أريد أن أذهب معك إلى تصريحات جعجع الذي تحدث فيها عن ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ذي مصداقية ويطبق القرارات الدولية ويحصر أيضا السلاح بيد الدولة برأيكم دلالات هكذا تصريحات خاصة في هذا التوقيت تحية لك وللمشاهدين الكرام يعني طبعا الأزمة والعاصفة التي تضرب لبنان بفعل الحرب الإسرائيلية تجعل من إعادة تقييم كل مجرى أمرا ضروريا وأساسيا لا سيما وأن هذه الحرب المستمرة من غير المتوقع أو المتخيل إلى أين ستذهب في تدمير البلد وفي ضرب البناء الاقتصادية وفي التهجير الذي هو كارثة حقيقية يعني هناك مليون وثلاثم ألف نازح في معظم المناطق التي لم تتعرض إلى الآن للقصف وهؤلاء مرشحون لأن تطول إقامتهم سواء في العراء أو في أماكن مؤقتة إلى أسابيع أو أشهر مقبلة إذا استمرت الحرب بالتالي الدعوة من عند سمير جعجع هي لعقد مؤتمر وطني ولمحاولة وضع خريطة طريق لمرحلة مقبلة يبطرد أن تكون مختلفة لا سيما في موضوع تطبيق القرارات الدولية التي تعني حماية لبنان يعني القرار الدولي 17-01 كان تطبيقه مطلبا أثناء حرب الإسناد ولم يتم تلبية هذا المطلب ولم توقف حرب الإسناد إلى أن انتقلنا إلى مرحلة أخطر هي الحرب الكبيرة والاشتياح الجوي والحرب المفتوحة لو طبق القرار 17-01 قبل ذلك لربما كنا تفادينا وقطعنا الطريق على إسرائيل بأن تقوم بما تقوم به الآن من هذا العنف وهذه الوحشية في القصف وهذا التدمير الشامل يعني من اجتمعوا في معراب كانوا على وقع معادلة أن الدولة يجب أن تستعيد قرارها سواء بحيث من مجلس المزراء من طاولة مجلس المزراء الرئيس الحكومة نجيب ميقاطي الذي يفترض به أن ينتج مبادرة لوقف اطلاق النار وتطبيق القرار 17-01 لحماية لبنان الأمر الثاني استشراف المرحلة المقبلة يعني المرحلة المقبلة هل يمكن أن تستعاد مرحلة ما بعد عام 2006 حين انتهت الحرب بعد تدمير كبير وهائل وخسائر بـ 15 مليار دولار وخسائر هائلة بالأرواح لتستعاد الأزمة بعد 10 سنوات أو 15 سنة يعني في العام 2024 بالتالي انطلاقا من فكرة أنه حق للبنان أن يرتاح وأن يحمي نفسه خلف حدوده وأن هذا حق طبيعي لأي دولة طبيعية ومستقلة كما مصر طيب كما مصر كما الأردن كما سوريا ولكن السؤال الأبرز ربما هنا يعني كيف سوف ينظر إلى هكذا تصريحات لبنانيا خاصة في هذا التوقيت من مختلف طبعا الأفريقاء وإن صح التعبير والسؤال هنا إلى أي مدى يمكن فعلا الذهاب إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في هذا التوقيت قام رئيس مجلس النواب بإطلاق مبادرة تم إعلان عنها في لقاء ثلاثي بر ميقاتي جملة والتزم بها وأوفد إلى المعارضة للقول نحن أسقطنا شرط الحوار المسبق لانتخاب الرئيس وأوحى بأنه لم يعد هناك تمسك بإسلامان فرنجي مرشح وحيد وردت المعارضة بطريقة إيجابية جدا وانتظر الجميع أن يتم جوجلة أسماء لذهاب إلى مجلس النواب وتحديل الجسد لكن أتى أمر عمليات سياسي من حزب الله ومن طهران بتجميد هذا الموضوع على اعتبار أن الحزب هو في معركة وأنه بعد انتهاء المعركة ووقف اطلاق النار يمكن عينها البحث بمعنى أنه لا انتخاب رئيس من وجهة نظر حزب الله وهو حزب الله قادر أن يعطل طبعا قادر أن يقول لرئيس بره وحليفه ليس مناسبا تحديد جلسة الانتخاب الرئيس بالتالي عاد ملف الرئاسة إلى الفريزر إلى المستودع وضع في الدرج حتى انتهاء الحرب ورمما ما بعد ما بعد انتهاء الحرب يعني حزب الله ربط انتخاب الرئيس بنتائج الحرب ولم يرد أن يصل إلى رئيس تسوية في هذه اللحظة لماذا؟ لأن حزب الله يرى أن أفضل تركيبة سياسية تفاوضية الآن يبيد نبي بره حصرا وبالتنصيق مع رئيس الحكومة الذي هو غير مزعج بالنسبة لحزب الله هذا المفاوض الموثوق ليس حزب الله بحاجة إلى أن يستبدله برئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة ويعني أن تضيع يعني أن تتوسع عملية اتخاذ القرار إلى هذه الدرجة هنا بره حزب الله خط مفتوح وتنصيق بالدقيقة كل دقيقة وكل ثانية وبره لا يقفز فوق السقوف التي يضعها حزب الله لا في التفاوض ولا في رئاس الجمهورية ففضلوا بقاء الوضع على ما هو عليه وسقطت المبادرة وسقطت الفكرة وبقيت الجمهورية ستبقى بلا رأس طيب بالحديث عن استهداف قوات اليونيفيل سيد أسعد يعني اليوم الثالث على التوالي قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أماكن تمركزات اليونيفيل كيف تقرؤون هذه الاستهدافات إسرائيل تريد أن تخلي المنطقة من أي شاهد على ما تقوم به هذا أولا الأمر الثاني إسرائيل تزدري بدور اليونيفيل يعني عندما تم إصدار القرار 1701 في العام 2016 أعتقد في تموز العام 2006 صدر القرار وعلى أساس أنه أن يطبق وقفة لقنار مباشرة فيما بعد بحث بوقفة لقنار دائم يعني أنه وانسحاب إسرائيلي إلى موراء الخط الأزرق الانسحاب حصل الفقرة الأهم هي أن هناك بوفرزون بين الليطاني والخط الأزرق خالية من السلاح والمسلحين طبعا قوات الطوارئ تم تعزيزها وتجهيزها وللعلم أيضا يجب أن هناك رقم لافت موازنة قوات الطوارئ الدولية السنوية 800 مليون دولار يعني إذا احتسبنا كلفة وجود هذه القوات منذ العام 2006 وإلى اليوم تتجاوز المليار ونصف دولار أو أكثر وبالتالي كلفة كبيرة جدا إسرائيل ازدرت بمهمة قوات الطوارئ وحزب الله همش مهمة هذه القوات تحت عنوان الأهالي يعني كلما كانت تريد أن تقوم بعمليات تفتيش للتأكل من أن هذه المنطقة خالية من السلاح والمسلحين والاستحكمات العسكرية كانت تواجه بأهالي حزب الله يعني حزب الله يقوم ضدها بعرقلة مهمتها ومنعها من قيام بمهمتها استهداف قواتها لأنه في السيد تحولت إلى تحولت تفضل أكمل سأتطرق إلى الإسرائيل ماذا تهدف تحولت إلى كثرة تقارير للأمم المتحدة تحدث عن استهداف قوات اليونيفيل سأتطرق إلى الاستهداف وسوف أدعك تكمل هذه الفكرة ولكن هذا الاستهداف إلى أي مدى يشكل عام الضغط على إسرائيل اليوم إسرائيل عندما سقط في غزة أكثر من أربعين ألف ضحية مدنية ودمرت غزة تحولت إلى كائن إلى أمة أو دولة تقترب أن تكون دولة مارقة بحكم القوانين الدولية واستهداف المدنيين وخير دليل ما حصل في المحكمة الدولية من ملاحقات في لبنان هذا الاستهداف بحق قوات طوارئ أيضا يحدث يعمق لمشكلة أكبر بين إسرائيل وفرنسا وكل الدول المشاركة هناك الكتيبة الإسبانية الكتيبة الفرنسية الكتيبة الصينية الكتيبة السرلنكية هناك إحراج كبير للإدارة الأمريكية بأن هذه القوات أمم المتحدة أن تقوم أنت بقصف متعمد وأن تضرب أبراج مراقبة وأن تسقط جرحة أو قتلة من هذه القوات هذا يعني أنك تعدد على الشرعية الدولية لماذا إسرائيل تقوم بكل ذلك؟ إسرائيل لا تريد أن يشاهد أحد ما يحصل على الأرض وربما تشك بأن هناك عملا لهذه القوات يتم تسريبه لهذه الجهة ربما هذا لا يمكن لأحد أن يعرفه هذا عمل أمني فبالتالي تريد أن تخلي المنطقة العمليات العسكرية البرية من أي وجود قادر على أن يزعج ما تقوم به أو أن يكون شاهدا على ما تقوم به فأذن تحولت هذه القوات إلى ما يشبه الرهينة على الأرض وهذا الأمر إن استمر يعني يهدد مهمة قوات طوارئ بشكل جوهري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر